وسط هذه الصورة كشفت كتلة صديقون أنيابية عن استمرار السفارة الأمريكية لدى بغداد بتدخل لاختيار شخصية رئيس الوزراء عبر أدواتها السياسية داخل مجلس النواب قال نائب عن الكتلة محمد البلداوي أن السفارة الأمريكية لا زالت مستمرة بتدخل باختيار شخصية رئيس الوزراء لتحقيق موطئ قدم لها يحقق بقاء قواتها القتالية في البلاد لافتا إلى أن السفارة تتعاون مع أدواتها داخل العملية السياسية لفرض بعض الأسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء وأضاف أن واشنطن تبحث عن شخصية رئيس الوزراء تحقق بقاء قواتها داخل العراق